أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ اليوم تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات في شمال قطاع غزة أوضح البيت الأبيض أن الهدنة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتل وصفا الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح في المقابل أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي استمرار القتال في قطاع غزة رافضا تطبيق الهدنة التي تم الإعلان عنها شريطة الإفراج عن المحتجزين في القطاع وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن إسرائيل تسمح بوجود ممرات آمنة تمتد من شمال القطاع إلى جنوبه مجددا دعوتها لسكان القطاع للتوجه إلى الجنوب